بقرائم قتل تهم بالقتل وسجن مع وقف التنفيذ محاكمة عشرة سوريين تشاجروا بالسكاكين جرائم القتل اللي محاكم فيها عشرة من السوريين طبعا المحاكمة بالطعم بالسكاكين اللي وقعت بين عشرة في حديقة لينر في ساليسبورغ ترى القاضي أن هناك شبهة محاولة القتل ضد أسنين في المشتبه بهم ومن ايه على ذلك واحد بس اللي اعترف اعترف طبعا هذا يعني القاضية غير فعليا المسؤولة عن القضية وبالتالي تم تحوير القضية إلى المدعي العام اعتقد لإعادة سياغة التهم باقي الأشخاص حكموا بأحكام ما بين 8 و 10 شهر مع وقف التنفيذ مع الأسف الشديد من المؤسف جدا أنه نرى الشباب السوريين لاحظ أنت موجودين بالمحكمة بهاي الطريقة المهينة لحتى يظهروا بهيك طريقة وبهيك شكل يعني حالة هالعنف هي الغير مبررة والغير مسؤولة والغير يعني والغير مطلوبة أن تكون موجود شيء مؤسف بصراحة أنه نشاهده مرارا وتكرارا بالمحاكم أنه نساوية شبان سوريون لجأوا من دول الضلال يعني من بلادهم بلاد الضلال والمشاكل والحروب والثورات وإلى ما إلى ذلك وإنهم يجوا لهون يتعاملوا ومع الأسف يظلوا ضمن جو الجريمة والسرقة والشجار وحالة الفوضى والعنف اللي كانوا يعيشوها بسوريا ينقلوها معهم لهون فبالتالي لكم صار كل شخص هلأ موجود بالمحكمة هالعشر أشخاص عليهم أحكام بغض النظر تم تنفيذها وغير تنفيذها ولكن يفعليا انحطط بملفاتهم وهدولة يعني من الصعوبة هلأ جدا انه يقدروا صاروا يحصلوا على عمل أو يحصلوا على الجنسية النمساوية موجودة ليسا بما فيها تهديد اللجوء نفسه ممكن جدا انه هلأ اللجوء نفسه صراحة عن ينسحب منهم أكيد الأيام المقبلة كفيلة فبالتالي نرجع من جدد الدعوة على الشباب السوريين موجودين هنا انهم يهدوا ويعقلوا ويحاولوا يلاقوا لنفسهم مستقبل جديد بهذا البلد والسعب وراء الاندماج نعم